قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا النهاردة عن شاب بواسين بيتقابل مع حبة فولتو اللي رجعت لكوريا من تاني واللي كانوا جرام مع بعض من صغرهم وبيقعف حبه بعض من جديد فترى إلا يحصل معهم ده لا نعرفه بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة زميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ مع سيونغ وهو في مواقع البناء وفجأة وقت رنى بايريو عليه بيقعفوه مواد البناء دي وبيتكلم أنه عدا في كل مواقف دي وقت ما كانها يموت ويتخيل كل حاجة وكل حياته كانت مع بايريو حرفيا في كل حالتها وقت اعترفه بحبه ليها وقت ما كانه مع بعض وقرر يدخله فلاقة حب بينهم وأن مع كل محطة كانت بايريو فيها أساسا بس بينجح فتفادي المواد دي وبيتصفي إيده بس فبتمشي معاه بعد ما كانت الأنا عليه وعايزاه يخب باله وفجأة بيجيه رسالة بتصدمه ويتتكلمه بيقول أنها فازل بمركز الثالث في مسابقة لدخلها فيها واللي كانت في المطعم اللي فاز بالجهزة دي وقرر يدخلها ويكتب الوصفة خاصة بيها ونشر كل حاجة يعملتها ويتكون لسه مش مسددا أنها فازل جهزة مركز الثالث فعلا ويتكون متلق بطأ علشان يمت دايقة بس في نفس الوقت فرحانة وبيفرح ان نفرحها كده ورجع شغافة للطبخ من تاني بما أنها تحبه على طول ويتشوف أصحاب المركز الأول والثاني وبيبسطوا فبنروح لدو اللي بتفكر جونغب اللي شافته من كانغ علشان هي بتكون مش موافقة تتجوزه أصلا وجونغب تمشي وبتتجاهل كلامها على طول ومش عارفة أنها لا تدخل في الجانب داب نفسها ولما بتشوف يوندو بتروح بتكون فرحانة فيها وبتعرفها بلا تعمله وبيبقى أنها جميلة بس دول طرف تتكلمها وبتدخل عشان تروح الحضنة دي فبنروح لكانغ اللي بسعب مع العمال دول وبيبتكر كلامه مع دول انه بيحبها وكانها يقطع علاقته بيها وهي بتكون مش مصدقة ده وشافت انه بيحبها وده بتدخلها بالعافية وبروح يتأسف لدو اللي قاله وعاوزين ينستجونغي أحسن عشان يبتدخل نفسها في كل حاجة فيها تعاطف وكانت كده من صغرها وممكن تكون يبتحط يندو فحصل كده ومش عايزها قرب منها بما أن عنده طفلة فلازم يكون معاها ومش عايز تسمع منه أي حاجة بما أنهم جيران وبتكون رفضة أصلا بس بروح يكمل عمل عادي وده عشان ينسى تفكيره ده فاهم بيروح يعطي جهازة سيون غليق وبيحاول يفكي ايده من اصابته دي وبيعرف انه بيفكر بالزوج من بايريو وبيكون يوم مش مصدقة علشان يا صاحباته من الطفولة وبيكرر يروح يشرح ليه ومش عارف ازاي يطلب ايدها عشان وعنده خبرة اكتر منه وبيروح يعرف باللي هيعمله وبيفضل يقوله على اكتر من طريقة عشان يعرف يطلب منها الجواز ويفجأة ليه بتيجي وبتروح تعرفه فان لو مش هيترفض فيروح يعمل ده وبتصدمه وبتكرر تروح تدلو تعليمات للحاجات اللي المفروض يعملها وبتعرفوا انها كانت معجبة بي بس ده بسبب الرسومات اللي جابتها تشتغل هنا أساسا وعايزها يكون كويس في حياته في حين ان بايريو بتروح تشوفه مكونات وفجأة جونغي بتيجي وبتعرفوا ان كانغي تربي مشاعره ليها بس قدام امها اللي رفضته وبتتصدم فبتروح تمثل ازاي تتأسف لهمها عشان تخلات وافق بمنها كانت معا وربطها من صغرها وبتقول عن احساس الحب اللي حاسة بيها وان بايريو عرفاها بس ما كانتش عايز تقع فيه وجونغي مش عارفة اللي عجبها بكانغي اساسا ويفكر يعمله ام عدو عشان مش تسمح لهم بارتباطهم سوا فانا سونغي بيرسل بايريو وفجأة بشوف الست دي وبيكر يساعدها من تاني زي ما عمل ده اول مرة وفجأة كانغي بيجي وبيساعده وبيكر يروح يشرب والسونغي بشوفه ان كان بيشرب بشكل كبير وبيكون بيرياحهم تطوع العمل عشان ينسوا لهم فيه ده وكانغي يعرفوا ان زر ستة كبيرة حالتها صعبة وبيكر يروحوا سوا يساعدوها وخصوصا سونغي اللي أصلح كل شيء ببتا وده ببقى انهم صحاب وبيعرفوا ان هو جونغي معجبين ببعض بسما دموا عرضة ده وعاوزوا تدلوا حل وفجأة باي بتقول ان مع جونغي اصلا وبيشرب اكتر فانا بتكون جونغي حزنة جدا وبيريب تاخدها لمكان ده وكمان سونغي بيكون اخي كانغي لمكان ده والحال ان بيكون اتفق معها التمثيل عليهم واللي بيكون شافوا ده اساسا وبياخد بعضهم وبيمش على طول وبيسيبوه من واحدهم وعشان كاي بيروح لجونغي اللي شرب شوية بسوا فا وبتعرفوا ان كانت سكرانة بس فاكرة كل حاجة حصلت والحال انه عارف سبرافضوا من امها وكرر يباين ده اقدام امها وبيطلهم عشان كان المفروض يعترف لها من الاول ومرة واحدة بيكرر يبوسها وبيصدمها بيقومها مرتبك ومش عارف وليه وقف البوسها كده وبتفضل عايزها يكرر اللي حصل وبيعترف بحبه ليها عشان بعد وفات اهله يا ظهرت ويتم بيه وبيندوه وبيأثر فيها وعشان كاي بتحضنه وبيتكون حبدة جدا وبيفرحه سوا وعايز انه يساعده على طول وبيجيب لها كله عايزة ويشتغل اكتر بسببها فبيعد اليوم مع الجيون اللي بيكون ماشي وبيشوفه انه في زباين كترة في المطعم التاني واللي فجأة بتكون ناميه هناك اساسا وبتجيب منهم الطعام وبتاخده وبيتكرر انها تشوف الطعام المنافس لها عشان تعرف الفرق عنها ولما بدوها بتتصدم من طعمه الجميل ده وبتشوفه ان الاكل حلو جدا وبيتصدم عشان يقديل حاجة اللي كان بيعملها بشكل كويس وبيفكر في انه ممكن يكون جي لوقت الاستسلام بس بضيع الكلام وبيمشي فسنوغي بيتفع على المكان اللي يروح فيه في يوم الجمعة وفجأة بيريوب تيجي وبياكله سوا وكانتتمنى انها تاكل اي طعام يجيب بالها لو كانت مادتها سليمة وعشان كده بيرد عليها انها تقدم فيديوهات على اليوتيوب من تاني زي ما كانت بتعمل في امريكا وبيتكون مش حبه ده وعشان كده بيكرر ان يساعدها في التصوير وبالفعل بيروح جهازه مكان اللي مفروض تصور فيه وبيتكون مرتبكة عشان ما عماتش ده من زمان وعشان كده بيكرر ان يساعدها ويكون معه بشجحها بنتعامها كويس كتير بيروح ان يساعدها ومن هنا بتروح تكرر انها تصور طريقة تحضير الطعام تاني فالدونغي بيتقابل مع لي ويشوف انها حزينة علشان اتعرضت للرفض من الشخص اللي كان المعجابة بي وعشان كده بيروح يتم بيه عشان حاسس انها خلاصها تبكي وبيفكر في انها معجابة بيبقى وكده وعاوزها تقومه بما انه موز وبيتكون مستهربة اصلا فالدونغي بتروح مع دول الاعدوية مش طيقات وبيتكون جايب لها حلويات كتيرة وبتفضل مصرة انها تفضل مع كانغ علشان يندو وهي مش بنت كانغ هي بنت اخوه بعد ما علت وماتت وبرغم كده ده بتكون لسه رفض الارتباط ده وانهم بقى مع بعض خلاص وعايز تكون معا وتحميها ومش بتسمع كلام ده فانها هتكون ام فازاة تتم بالطفلة دي لوحيدها وعشان كده بتفكرها بان بعد وفات ابوها اضطرت دول وحيدهم وكانت بتدس وتشتغل عشان تحميهم وكانت معا على طول وعايز تفهم كررها ده اللي هي بتكون مش حباها ولازم تفهم رغبتها ده وده مش عايزات عنه زيها وتعشيها تقوية سعيدة فبتعرفها في الناس يعد على طول وان عملها بيساعد على ده علشان يحبها كانغ ويندو وبتكرت تخليها تاكل وبتطلع قضطها وده بتحزن جدا فبنروح للجيون اللي بيروح يشوف ذكرياته معنامي وبيفتكروا زمان وانهم ربق اولادهم بشكل كويس وبتعرض عليه انها تقفل مطعم بتاعهم بما انهم شغلين من زمان وعملوا واجبهم وبيفرحوا وبيقروا يستمتعوا بحياتهم شوية فبيعد اليوم مع السيونغ اللي بيففو في يوم التنفيذ ده وبيروح يجاهز نفسه بشكل كويس بس بيكون كل حاجة بتقف معه حرفيا وعكسه اصلا وبيكون مش عارف الحظ النحس ده فنروح تجمع الاصحاب وبيفكروا يسفروا براكوريا بس نامين بتكون مش عارف تعمل ايه والسيوب بتلاحز انها حزينة فكيونغا بيعرف من جيون ان المطعم هيقفل وعاوز يعلمه ازاي يصور عشان يسعد ناميه بقى وبيقروا يشربوا سوا الصبح كده في ان ده بتروح لدو وبتكرت الده الزهر اللي بتقدمها للاشخاص اللي بتحبهم وده علشان تفرحها ومش عايزها تحزن خالص وبتودحها وبتمشى على طول في حال ان السيونغي بيجاهز عرض الزواج على بيريو واللي بتكون بتشوف المشاهدات للفيديو اللي نزلته وبيتكون حزينة عشان المشاهدات مزادية وبتروح للسيونغي المستنية وبيتمي بيها عشان يروح ياكله وفجأة في شخص بيغبط العربية بتاعته وبياخدوها والمفاجأة بتروح فيروح ياكله وبتكون بتتمي بيه في المكان المشهور ده وبيكون سيونغي والحاجز المكان ده وبيخلي الطاي جاهز الطعام وفجأة بيجول فون وبيفرح ان زوجته ولدت وبيكررنهم يمشوه وبيعرفوا في النطورة في المطبخ وبيروح يشوفها وبيحاول يطمن نفسه ان كل حاجة يكون كويسة ويقدمها ليها وبيروح لها بالفعل بس بالزحلة وبيقع على طول بيها وبيحزن جدا فسيو بتروح لنامي وانها تدفع لها عشان عايزة تكون موجودة معاها وانها مي بترفض عشان يهتم بالسيونغ وانها كانت بتاخد منها راتب والهدايا وانها مش قبل اي شفقة عليها خصوصا ان سيو شايف انها صحبطها وعشان كان مي بتروح تتخانق معاها وبيتخانق وكيونغ ويشيروا زوجاتهم اللي يكسروا علاقوتهم ببعض فانا اوما بيكون مع بعض وبيتلاقي في ان جاء لها تعليق ان طعمها ساعد ناس تانية مريضة وبتفكرها بها واتمكات تعبانة علشان تساعد الناس اللي تقلموا وبيكون فرحان بس بيكون حزين ومش بيقع عن السبب وان كان عايز يعترفه يكمل وبيقول ان كان بيندم ان ما كانش عارف وما وقفش جنبها وعاوز يكون جنبها طول حياتها وبيقول كل حاجة حصلت وبيقرر يدلق صورة دي ويردلها زواج واللي هي بتتأسف لي بترفضه وبتصدمه جدا فبيعد الوقت ويروح مع زميله وباله الرفض ده ولما كان غبيجي بيقرر يحكي مع كل اللي حصل وان ما فيش حاجة حصل الزموة عايز وبيفكر في انها ليه رفضته وبيقول ممكن انها عشان كان يجي عنها ولا حاجة وبيفكر في ده في حين ان بايريو بتفتكر عرضه عليها وبتكون حزينة فان امين بيتفكر في سيول اللي الجون بيضايقها وان امين شايفة في انها بتستفزها علشان يغني عنها في حين ان السيول بتكون مضايقة اصلا والرجلين بيترسلوا وبيعرفوا بعض انهم لسا متضايقين فده بتشوف ان محدش بيتكلم وبتلاقي ان جونغ مع يوندو وكانغ وبتفتكر زمان وقتمكات معاه وبتتم باوية صغيرة وبتعمل نفس اللي كان بتعمل معاه وبيفرحوا علشان شايفة انها فرحانة فعلا وهي معاه وبيوصلوا وبيلقوها بيستغربوا انها قابل كينغ ويندو وبيدخول يأكلوا ويفرحوا وبنروحهم قابل جونغ وكيونغ وبيقول اللي بيحصل معاهم وبيشربوا سوا فانا ما بيجي لها فونية واسيو ان جونغ وكيونغ ساكرانين سوا ويبيروحهم ممدقين على الاخر فانا بيريو بيجي لها فون من سيونغ وبيكون سكر ورنع عليها من تاني وبتاخدوها ساكران وبتكون مش قادرة تشيلوا ولما بيشوفها بيتكلم معها في الناها ليه رفضته وبتكرر تكلمه لما يفوق بس بيكون شايف حياته من غيرها وحشة جدا وبتحاول تفوقه وبالفعل بتفضل معاه الغاية ما بيفوق وعاوز يعرف ليه رفضته عشان قالت انها بتحبه فليخايفة من الجواز وشايفة ان الجواز يخرب علاقتهم رغم انها يكون لها كل حاجة ويعيشوا سوا وخايفة ليحصلوا حاجة في يوم وان المرض يرجع لها من تاني وخايفة بسبب كده بس شايفة ان الموت ممكن يحصل لأي حد في أي وقت وعارف اللي قلقها بس القدر مش في ايدهم وعاوز يقضي بقى حياته معاها وبيحضنوا بعض وعاوزين يفضلوا صواء على طول وبتكرر تقبل عرضه وعاوز يروح وفجأة لا بيجوا وبيشوفوهم وبيتصدموا من اللي حصل ده والجزء بيخلص علينا فلا تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين على شنا الصالحة وقوز اگاي سلا